التقى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي مع رئيس جمهورية تيرواندا بول كيجامي وذلك خلال زيارته الحالية للعاصمة الرواندية كيجالي لحضور حفل تنصيب الرئيس الرواندي شهد اللقاء تسليم الرئيس الرواندي رسلة خطية من الرئيس عبد الفتح السيسي تتعلق بسبل تطوير العلاقات السنائية الأخوية بين البلدين ومؤربا عن رغبة مصر في تطوير العلاقات السنائية وتعزيزها وترفعها بما يحقق مصالح الشعبين شهد اللقاء كذلك مناقشة عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك من بينها ملف مياه النيل حيث أكد عبد العاطي على حرص مصر على إعلاء مبادئ التعاون ومراعاة المصالح المشتركة وعدم الإدرار بدول المصب كما تبحث الجانبان بشأن الأزمة في قطاع غزة فضلا عن الوضع في السودان